أعلن مسؤول في الأراضي الفلسطينية في صندوق الأمم المتحدة لسكان أنه لم يعد هناك أي موليد بحجم طبيعي في قطع غزة وأوضح المسؤول الأممي أن 180 امرأة يلدنا يوميا في القطاع المضمر فيما يعانينا الجوعة والجفاف الواقع أسوأ مما أستطيع وصفه ومما تظهره الصور ومما يمكنكم تصوره تلك عبارات كانت على لسان مسؤول أممي يصف بها أوضاع كارثية تعيشها النساء الحوامل في قطع غزة وأسارها على موالدهن دومينيك ألين مسؤول الأراضي الفلسطينية في صندوق الأمم المتحدة للسكان اختزل وصف الحياة في غزة بأنه لم يعد هناك مواليد بحجم طبيعي في القطع وخلال مؤتمر صحفي افتراضي من القدس أعقب زيارته إلى مدينة رفح الفلسطينية كشف المسؤول الأممي أن 180 امرأة يعانين الجوع والجفاف يلدن يوميا في القطع وعلى العكس وفي شكل مأسوي يرصد الأطباء عددا أكبر من المواليد الذين يموتون بعد ولادتهم وكيف لا وهم مواليد نساء ضعاف أرهقهن الخوف والتنقل مرارا والجوع والجفاف ففي قطع غزة المستشفيات أو حتى مراكز الإيواء تفتقر لوسائل التخدير التي تحتاج إليها الحوامل ممن يخضعن لولادة قيصرية وهو ناتج عن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية السماح بمرور الشحنات للمساعدات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للسكان شهادة المسؤول الأممي تضاف إلى مئات الشهادات والروايات التي تصف طبيعة مجازر الحياة في قطع غزة ولكن ممارسات الاحتلال التي لا تفرق في القتل بين أم ورضيعها بلغت من الهمجية مما يجعلها غير مكترسة بمثل تلك الشهادات لتبقى الأمهات سكلة إلى حين أن يستفيق العالم من غفوته ويحاسب الظالم على قرائمه